وسط الصمت المريب للجهات الرسمية تواصل الميليشيات التابعة للصدر في استهداف المتظاهرين السلميين وتعنيفهم في محافظات عدة اعتداءات أدت إلى مقتل شاب على الأقل بعد أن تم طعنه بسكين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة الخطورة أغلبهم من الطلبة والذين رغم التنكيل والترهيب الذي يتعرضون له يواصلون التظاهر في مختلف السحات والمدن وخاصة في العاصمة البغداد جرائم أنصار التيار الصدري بررها عدد من قياداته مثل صالح محمد العراقي الذين صوروا المحتجين المطالبين بالحرية والعدالة على أنهم خطر داهم يحلق بالعراق يجب التصدي له من جانبه نشر مقتدى الصدر تدوينة على تويتر قال فيها أن ميليشياته التي أطلق عليها اسم القبعات الزرق ويجيبها تأمين المدارس والخدمات ومساعدة القوات الأمنية من بسط الأمن وحماية الثوار الأمر الذي تنفيه تصرفات هؤلاء والتي وثقتها العديد من الفيديوهات التي تثبت العنف غير المبرر التي تمارسه هذه العناصر على المحتجين العزاء لكن غضب الشارع العراقي لم يكن ضد الممارسات الوحشية لميليشيات الصدر بل شمل رئيس الوزراء المعين حديثا محمد توفيق العلاوي الذي لم يتحرك لحد الآن لوقف القمع أو إدانته رغم تعهداته السابقة بمحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين موقف يقول مراقبون أنه يؤكد عدم استقلاليته من جهة أخرى أعلن محافظ النجف لؤي الياسيري في وقت سابق عن اتفاق مع قيادات الميليشيات المسلحة التابعة للصدر بالانسحاب من شوارع المحافظة لكن جميع المعطيات تفيد بأن هذا الاتفاق لم يكن بغاية حماية المتظاهرين بل لإسناد مهمات أخرى لأتباع الصدر إلى جانب القوات الأمنية في المحافظة ترجمة نانسي قنقر